لماذا أقول لك الآن تعلم البرمجة لأنه فعليا بثورة الذكاء الصناعي الآن بدأ الطلب كبير على المبرمجين وسوق العمل يحتاج إلى المبرمجين الآن تعلمت مهارات الأمن السبراري أو مهارات البرمجة راح أضمن لك الوقت تزيد عن 12 ألف ريال إلى 25 ألف ريال في المملكة العربية السعودية البرمجة الآن دراسات عالمية تقول أنه البرمجة الأكثر طلب في سوق العمل في المستقبل في 2023-2024-2025-2030 فنصيحة مني أنه تدخل عالم البرمجة تتخصص في مجال معين لأن البرمجة هي مجال واسع تتخصص في مثل تطوير مواقع الويب أو تطوير تطبيقات الجوال حاليا فعليا وحارفيا برمجة تعود من أهم المهنة في المستقبل وفي الحاضر وحاليا في الكثير من الأكاديميات العربية تقدمي لك كورسات مجانية وفي اليوتيوب الكثير من القنوات تعلمك أساسية البرمجة ومن الصفر حتى لو ما كنت تعرف لغة إنجليزية تبدأ الآن لا تقول لنا ما يعرف أي شخص يمشي في الشارع يقدر يتعلم البرمجة البرمجة ما هي شي صعب لكن تحتاج منك تركيز وتحتاج منك شغف وتحتاج منك استمرارية في التعلم ما تبدأ تتعلم شهر وتوقف أو شهر وشهرين توقف لا خذ عزيمة وشدة على نفسك أنك راح تتعلم البرمجة خلال أشهر أو خلال أيام لأنه في أشخاص فعليا تعلم البرمجة شهر واحد أو شهر وشهرين وغالبا غالبا تأخذ منك رحلة تعلم البرمجة وإتقان المبرمجة وتقدر تقول عن نفسك مبرمج ستة أشهر كفيلة إنك تصنع منك مبرمج تقدر تدخل سوق العمل وتعمل وتكسب والصير مبرمج محترف إن شاء الله كلما احتكيت مع مبرمجين محترفين لهم خبرة أكثر منك راح تصير كذاك مبرمج محترف كلما دخلت الشركات ومجال الشركات راح تحتك مع موظفين لهم خبرات وتدخل بمشاريع كبيرة وضخمة تعلمك أشياء ما كنت تعرفها في المبرمجة فنصيحة مني الآن تبدأ من 2023 لأنه حرفيا حرفيا المستقبل كله للبرمجة خاصة في وقت ثورة الذكاء الصناعي وانتشار مواقع الذكاء الصناعي وخوارز مياه الذكاء الصناعي والأنترفيس والواقع الافتراض وهذه المعلومات القادمة لك هي حصرية ونصيحة مني لك إذا عجبتك هذه المعلومات لن نسى التشاركة مع أصدقائكم في هذا المجال أو عندهم اهتمام لدخول مجال البرمجة وأشوفك إن شاء الله بمعلومات جديدة وأشياء قيمة في الفيديوهات القادمة كانوا معكم مشال والسلام